لأهلي النهاردة بقى من وجهة نظرك كيف تفوق على نادي الزمالك من اي ديئة الاولى؟ حتى ديئة الاخيرة تكتكيا تحس ان الاهلي كان متفوقا حتى مع بعض الفرص الشحيحة لنادي الزمالك ولكن كان الاهلي في المجمل كان الافضل بعتراف نادي الزمالك وبعتراف لعب نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك وجمهي النادي الزمالك اللي شايفه النهاردة نادي الزمالك مقدمش مباراة كبيرة خلينا اقف على البرد وقولك يلا بصكري احنا في اخر حلقة واحنا بنتكلم على مين اللي هيكسب الاهلي عنده مشاكل الزمالك عنده مشاكل احنا في بداية موسم قلت لك الاقل اخطاء والاكثر اصلاحا لهذه الاخطاء هو اللي هيكسب مباراة السوب لان الفرقتين احنا لسه في بداية موسم الفرقتين عندهم بعض المشاكل الاهلي عنده مشاكل في وسط الملعب الزمالك عنده مشاكل في الخط الخلفي فتيجي قبل المباراة ده كان الكلام طب في الملعب لماذا تفوق مارسي الكولر على فريرة قبل ما أقول لعيبة تفوقت على لعيبة أو لعيبة حالتك تحسن من لعيبة فريرة دخل المباراة بالشكل الاعتيادي الخمسة تلاتة اتنين اللي هرجعك تاني قبل المباراة اللي حذرنا منه فريرة وقلنا له أنه في مشاكل كتيرة عندك في الخمسة تلاتة اتنين عندك مشكلة كبيرة في مكان أحمد مصطفى زيزو في الجبهة اليسرى بيلعب خمسة تلاتة اتنين بيلعب مهاجم تاني جنب سيف الجزيري لكن بيمين ناحية الشمال راهن وصمم جيس فالتو فرير على اللعب ناحية الشمال وتجميع اللعب دايما بثلاث لاعبين ناحية الشمال أحمد فتوح بيزيد إمام عشور هنا وأحمد مصطفى زيزو لكن مارسي الكولر عمل ايه مارسي الكولر قال له تعالى هقفلك الناحية اليمين لكن أنا عندي حاجة أنت مش هتعرف تعملها إن أنا هشغل الجبهة اليمنى بتاعتي رغم إن أنا هقفل لك جبهتك الشمال وده الرهان اللي كسبه الأول اللي كسبه مارسي الكولر في التحضير للمباراة راح جاهله بأكرم توفيق طاهر محمد طاهر عمر السلية عمل مجموعة ثلاثية وقفل الجبهة دي تماما بعد الربع ساعة الأولى من المباراة على نادي الزمالك وبالتالي قفل أسلاحة الزمالك الأخطى كل الناس قبل المباراة بتتكلب لما تيجي تسأل إيه هي أسلاحة الزمالك كانوا في أفضل حالتهم بالمناسبة عمر السلية أكرم توفيق طاهر محمد طاهر تقفل بثلاثي قصة ثلاثي لا واللي زاد الأمر على نادي الزمالك إن طاهر محمد طاهر كمان كان بيزيد وبيهاجم أكرم توفيق كان بيعمل للزيادة خليني لما أشرح لك مارسي الكولر عمل إيه هقول لك إيه المفاجأ اللي عملها مارسي الكولر في الشكل النهاردة يعني إحنا هنا سبتنا جسفالدو فريرة عمل المتوقع والمنتظر لعب بثلاثة خمسة اثنين في الحالة الهجومية خمسة ثلاثة اثنين في الحالة الدفاعية معتمد على نفس العناصر دون أي تغيير مارسي الكولر عمل إيه مارسي الكولر لعب بنفس اللعيبة لعب بنفس الحداشر لعيب اللي كلنا كنا بنقول إنه يلعب بيهم بدأ المباراة بشكل الاعتيادي الاربعة اثنين تلاتة واحد هنروح ليه الشكل اللي بدأ بيه مارسي الكولر أي دي رباعي في الخط الخلفي سونائي قدامهم كما هو معتاد سلاسي قدام تحت مهاجم وحيد طب إيه بقى أول حاجة عملها مارسي الكولر أول حاجة لما الكورة مع نادي الزمالك للنادي الأهل بيستقبل اللعب بيتغير التوجيهات طاهر محمد طاهر بينزل هنا رابع بيطلع برونو سافيو وبيقلب الأهل الطريقة لاربعة اربعة اثنين ليه قلبها لاربعة اربعة اثنين لأن الضغط العالي اللي احنا حذرنا منه مارسي الكولر الرجل سمع واستجاب ليه وغيره جوا الملعب راح محاول أربعة اثنين ونزل عمر السلية ما بقاش بيطلع حمد فتح يضغط هنا أو بديله في المباراة دي عمر السلية يطلع يضغط هنا على نادي الزمالك في مناطق الخطور لا لعب بثنائي هنا والضغط بقى مجموعة ديئ المساحات مداش متنفس في الزمالك لا للعمق ولا على الأجناب قبل المباراة قلت لك هنا يا كريم إنه الأهلي لو قفل العمق بتاعك كويس جدا قدع المساحات عنده أبرهان النهاردة محمود متقلي وأكرم توفيه في تصريحاته بعد المباراة قال لك أول تعليماتنا واللي أكد عليها في كل التمرينات اللي فاتت مارسل كولر غلق العمق تماما على نادي الزمالك لإني دي كانت صغر عندنا في المباراة اللي فاتت عمر السلية بدأ هنا جنب حمد فتحي طاهر محمد طاهر بقى ينزل هنا رابع أحمد عبدالقادر نازل رابع برونو سبيو جنب شدي حسين ودي كانت الحالة اللي بيتحول عليها النادي الأهلي بيحول طريقته الاربعة اتنين تلاتة واحد الاربعة اربعة اتنين في الحالة الدفاعية وحالة استقبال اللعب كان بيعمل ايه كمان قولنا المجموعة اللي بتتعامل ناحية يمين لما بقى يخرج عمر السلية هنا اللقايب اللي في قلب الملعب يخرج عشان يقفل الناحية يمين اللي فيها أكرم توفيقه طاهر محمد طاهر عشان يقفل الجبهة الشمال بتاعة الزمالك عملها كم مرة النادي الأهلي عملها تمام مرات هنجيب لك حالة او اتنين من ضمن الحالات اللي ازاي قدر النادي الأهلي يقفل ده تاني استثناءا الأهلي ما بدخلش المباراة بشكل جاي ولازم نأكد أن الأهلي بدخلش المباراة بشكل جاي لكن بعد دقيقة 14 تحديدا استفاق الأهلي ورجع وثبت شكل ده في الملعب باقي المباراة الشوت التاني يخيل للناس أنه الأهلي بدخلش بشكل جاي لا الأهلي كان مقسم المباراة ساب الاستحواز للزمالك برضو في الربع ساعة الأولى أو العشرين دقيقة عشان يفرط سيطرته لعبت زمالك ما لقيتش حلول لأنه ما تخيلوا أن الأهلي تحت الضغط هيغلط وما غلطش وهنا كانت الحاجة التانية اللي عملها وارسي الكولر أنه هو حارب فريرا بسلاحه هو فضل مستعين بالصبر وبعد ما سجل الهدف في نهاية الشوت الأول في الديها 38 عبر برونو سافيو بدأ الشوت التاني بمنتهى الهدوء ترك الاستحواز لجسفالدو فريرا لمدة عشرين دقيقة وبعدها اشتغل على الكاونتوز لك أنت تخيل أنه الزمالك متأخر في النتيجة والأهلي قافل ملعبه كويس جدا ويهدد مرمى الزمالك بكورتين لمحمد شريف بكورة لبرونو سافيو بكورة لطاهر محمد طاهر وأخيرا سجل كريم فؤاد خمس كرات في شوت واحد الزمالك هو اللي دوميننت فيه ده كان دايما سلاح فريرا فريرا كان بيسيب لك الكورة والاستحواز وينتظر ان انت تغلق عشان يسجل مرة واثنين ده اللي عملوا مارسي الكولر ايه كمان عملوا مارسي الكولر مهم جدا 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 دور أكرم توفيق اللي عمله أكرم توفيق النهاردة ايه عتيادي غير اعتيادي مفاجئة أنا قلت اعتيادي والله هي بالخطأ لكن هو عتيادي كمستوى ما قدامه أكرم توفيق ده العادي بتاع أكرم توفيق فأنا أتع Alexa خطأ لكن هو عتيادي على مستوى غير عتيادي على الأدوار أكرم توفيق نهاردة عمل شيء عظيم جدا عشان يقفل وسط الملعب أكرم توفيق في المعتاد ده الشكل بتاع النادي الأهلي الاربعة اتنين هنرجع وتعدي الاربعة اتنين ثلاثة واحد طيب النادي الأهلي الطبيعي الطبيعي لما بجأه النادي الأهلي بيشتغل ازاي النادي الأهلي عنده اتنين لعبها في وسط الملعب هنا طب الكرة طلع على النادي الاهلي عشان يقفل العمق لإيه اللي بيحصل لما بيحصل الضغط بتاع النادي الاهلي لك أنت تخيل طهر محمد طهر كان بيلعبين كان بيلعب بكرايت طهر محمد طهر نعجيب لك النهاردة حالة واثنين وثلاثة لقى باكرايت كان بينزل وكرة لما الاهلي بيفقدوا كرة يلعب بكرايت أكرم طهر فيه كان بيلعب فين جالت في نفس المرة ليه؟ علشان يقفل هنا لما حمد يضطر يروح هنا عشان يقفل الناحية بتاعك معلول واللي الزمالك ريح الاهلي فيها جد كانش بيرح ناحية اليمين بتاعته كتير كان هنا عمر السلية موجود علشان يقفل الناحية اليمين ويخش معاه كمان أكرم يقفل في وسط الملعب فالاهلي كأنه كأنه بوجود طهر وأكرم تحديدا بيلعب بيلعب زيادة دايما بيلعب بيلعب زيادة بتلاقي إنه أكرم هنا طهر ينزل يقفل ليه طهر بيقدر ينزل يقفل علشان طهر هو السوبرستار بتاع مارسل كولر هو اللي بيطلب منه كل حاجة إلعب باكرايت يلعب باكرايت إلعب هافرايت يلعب هافرايت إنقل جناح شمال يتقلق إلعب لحد ديها تسعين يلعب لحد ديها تسعين إنت أسرت فهتخرج في وسط المباراة يخرج إلعب صنع لعب النهاردة هوريك في لقطتين وهو بيصنع مرة لمحمد شريف ومرة لبرونو سافيو أهداف محققة من عمق الملعب